مرحبا بكم احباقي كيف كون هالحلو الطيب يلي شفتو بالانترو طريقته كتير سهلي ومكوناته كتير قليلة لدي هون علبتان من البسكويت بسكويت الشاي العادي انا اليوم ساقة بتجيبته عالشوكولاة في كون تجيبو عالحليب انتو متل ما انتو بتحبوه بدون ما غمس البسكويت لا بالحليب ولا باي الساقر راح حطو هيك عالناشف بكعب الصينية بصفهم بها الطريقة هاي طريقته كتير سهلي هتحبوها كتير تابعوا الفيديو للاخر هيعجبكم كتير هاي مكسورة مش هحطها وكتير طيب بتطلع بالاخر انتقلت هلا عالغاز عندي هون اربع اكواب من الحليب السائل اذا مش متوفر عندكن الحليب السائل مش مشكلي ابدا حطوا لكل كباية مي ملعقتان من حليب البودرة كمان بيتلع كتير طيب بعدني مش مشعل النار تحتها بعدها الطنجرة باردة بضيف عليها اربع ملاعق من السكر الحبيبات يعني كل كباية بتدوم العقد سكر بتكون تقلل و تزيدوا هدا شي بيرجع لكم احباقي بضيف كمان اربع ملاعق طعون مليانين هيك جبل من النشاء نشاء الذرة او الكورنفلاور او الميزينة متل ما انتو بتسمو اربع فعليا انا كتحطها اربع بس لانه الملعقة ما عم تجي مليانة لانه انا عيارتهم اربعة هحطهم كلهم هلا بحركهم هيك على البارد وبشي على النار ابتم عم محرك فيهم احباقي ما بشي الايدي لانه النشاء ممكن يعمل تكتلات فتطلع الشكل ما انه حلو ابدا ولا الطعام خلو ايدكن هيك فيها عم بتحركوها لبين ما تغلى نقلتها لهون على العين الكبيري اسرع لي حيغلو اسرع خلص جهز عندي بلش يغلي وتقل القوام عندي هلا رح رح رده على العين الصغيري تا اتحكم بالشغل اكتر رجعنا لهون رح ضف له ملعقة وسط من الفانيليا ملعقة طعام من الزبدة نقوا نوعية الزبدة تكون طيبة كتير بتفرق معكن وكوب من جوز الهند هذا الكوب هو نفسه يلي انا عيارت فيه الحليب عيارت فيه اربع كباية حليب نفسه عيارت فيه جوز الهند كوب النار جدا خفيفة تحت الطنجرة احد باقي هلا بعطيهم تقليبي هيك على الخفيف مع بعضهم خلص انا من بعد ما غلي ما بقى اعتلهم انه يكبتل او يعمل شي لا احلا بس بدي ادمجه للمكونات مع بعضهم بصير كل الشي جاهز تعرفوا احبائي جوز الهند بس تعرضوه للحرارة او تغلوه بيطلع الزبدة يلي بقلبه وبيعطي طعمي وريحه خيالية انا عندي صارت جاهزة رح تفي النار تحته حلق دي كتير منيح رح تفي النار حلق رح بلش نزل من الخليط فوق البيسكويت موسيقى وهيدي رابع مغرفة موسيقى حتى اربعة والبيركس حجمه كبير اسم الله ستعمل فيه هوبو بسخن لان اذا بدأت قد اتفعني بانه يمتد فوق البيسكويت اول باول رحة الفانيليا مع جوز الهند يا الله لو فيني بس وصل لكم الريحة أرجع بعمل صف من البيسكويت الطبقات أدنى أنتو بدكم أو حسب غمق الصينية أكيد طبقة تانية من الكريمة كمان رح حط أربع مغارف هذا هو البسكويت الأبيض أرجع بكم بداية الفيديو إذا تريد أن تستبدل بسكويت الشوكولات لأنني أقص بسكويت 2 سأضع الأبيض حسب 16 حبيب حتى تركت 16 حبيب حتى تركت 20 حبيب حتى تركت 15 حبيب حتى تركت 20 حبيب الآن أضع الأبع سأضع الأبع كاسات صغار بيكلوهن لصغار الولاد بينبسطو فيهم. اذا دل. يعني هلا قدمي. انا هاترك هايدي اسكبه بكاسة. هلا هولي السبت عشر بسكويت اللي بدي حطنا على الواشة. هنجد منيح اللي عديتهم. طي يطلع شكلا نهائي شوي حلو. نحلي خطرلي. هيدا اخر طبقة. هيدا هو صينيتنا صارت جاهزة. شوفي احلى من هيك. ولا اسهل وارياح والزة من هيك. عن جد انا شو حيبي بس هيك تعملوها وتشمو ريحة الجوز الهند لما بينغلى مع الحليب. يلا طيف ملا ريحة طيبة. ريحة كتير طيبة. هلا اكيد هايدي الصينية انا ما فيني قطعها هلا لانه اكيد رح تكون رخوة. بتركها تتفتر منيح بداخلها على البراد. بتبرد بتاخد الشكل الحلو. ومنقطع ومنقدم قطعها تتشوفوا شكلها من جوا كيف. طبعا رح اتركها بالبراد اقل شي ساعتين ثلاثة. حسب الطقس. يعني برجع بذكر. اذا كنت الدنيا شتوية مثل هلا. الساعتينه بتكون كتير منيح. اذا الدنيا صيفية والله بتاخد معكم اربع ساعات. وبرجع لكم بعد ما طلعوا من البراد. وهلا بعد ما مرق عليهم كزا ساعة بالبراد. بردوا وصار فينا نشيل قطعها. بسم الله. شوفوا شوفوا المنظر. شي بشاهة. ولا اروع من هيك. يعني شوفي احلى من هيك. حلو طاري طاري جدا بيدوب بالتم. اصلا ما يعني ما بتعصبو حالكن وبتعلكوا لا تاكلوها. لا هي دغر بتم بلع. كتر من نطرية. متل ما بيقولوا متل الغيمة. هلا انا عندي الدنيا صارت ليل. اكيد الايضاءة اختلفت عليكن. بس حبيت انو عم قطعها فارجيكن اياها. فارجيكن كيف هيك بكل سهولة من قطعها. وهيدا شكلها بالصحة. شكلها كتير شي كومرة طبعا جد. هلا اذا بتحبوا تزينوها فيكن تزينوها باي الشي انتو بتفضلو او مسلا اذا فضل جوز الهند. فيكن تزينو الصحن بس طالما الصحن انا عندي ابيض. ما بعتقد حيبين. فحرش عليه هيك من فوق. وصفي ولا اروع من هيك احبائي. بتمنى تجربوها. واذا جربتوها كتبولي تحت بالكومنتات شو رأيكن. شايفين قلبها. وهون انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي كن الاعجابكن. اكتبو لي تحت بالكومنتات شو رأيكن. ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك. واشتركوا بالزر الاحمر يلي باسفل الفيديو اذا لسا ما اشتركتو تتكبر عيلتنا اكتر واكتر. وهلأ لوين رايحين. ممنوع تروحوا قبل ما دوق. شوفوا. شوفوا انا وعم قصة الداهية حتكون طريقة. بسم الله. شايفين? جدا سلسل. شايفين الطبقات? بسم الله. لا 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 عن جد مش معقول احبائي. رهيبة. دعمتها كتير طيبة. شوفوا شو سلسل. وحلا راح لكم. باي.